صوت الشباب عندنا في الأردن مسموء لكن للأسف هل عندما نسمع هذا الصوت نأخذه بعين الاعتبار أم لا تشعر أنه بالأول بيحكي كل إشيه تمام بس لما يصير بالوقت اللي لازم يحكي فيه بيوقع بيخاف بيوقع كل الشباب في عندهم طاقات موجودة داخلهم بس الواحد بده إذا ما يحكي الخطوة الأولى أو الخطوة لحتى أنه يطلع الإشي اللي فيه نواصل صوت الشباب بطريقة كثير حلوة للناس ولسه في أفكار كثير حلوة متوانا نحن نطلعهم طلعنا من قوقعة لأشي كبير لأنه أعطانا فرصة أنه نتحدث عن أنفسنا عن عجلون واللي فيها فهي كانت بالنسبة لي أحلى مفاجأة عن جد أنه أنا طلعت بعرف بأشي ما كنتش مكتش فيته بحالي أصلا فبعتبر هذا المشروع إلي فاضل علي صدقا اشتركوا في القناة